فكرة مهرجان للعالمين الجديدة وتبقى دي دورته الأولى ويبقى مهرجان واسع من حيث المدى الزمني وأيضاً واسع ومنوع من حيث الأنشطة خلينا نقول إنه كلمة مهرجان يعني ما هياش بالزبط اللي إحنا شايفينه ولا اللي هيحصل لأن كلمة مهرجان عادةً بترتبط فترة زمنية قليلة لكنها بتتكلم على موسم وربما بعد كده مواسم وبتتكلم أيضاً مش بس على العالمين حينتقل لمدن عديدة داخل المصر واخد بالك وبعدين ما هواش غناء فقط كمان ده غناء وأزياء وموسيقى وحفلات موسيقية ورياضة وتظاهرات يعني عايز أقول متعدد الأنشطة فهو حتى محتاج لعنوان آخر غير كلمة مهرجان لأنه الكلمة نفسها بتحط كدر معين لكن لا هو أوسع بكتير من أي كدر أوسع وأكبر اختيار العالمين الجديدة شفتوا إزاي أنه هو يبقى المكان اللي نبدأ منه هذه المنطلقات زم حتى قلت كده موسم آه هو كمان مش بس يبقى موسم هو واضح أنه مواسم يعني عايز أقول لن يختفي يظهر مثلا موسم الصيف وبعد كده ييجي الخريف لا لا هيبقى مستمر هيبقى مستمر آه مستمر أنا عايز أقول لك العالمين إحنا عدتنا المهرجانات بتتعامل فتمنح شهرة يعني للمدينة زي مثلا كان صح كان سنة 46 آه قبل سنة 46 لو سألت أي حد كان مش عارف إن في مدينة اسمها كان لما تعمل فيها مهرجان ناجح فتردد الإسم بقى فيه آه تقول لواحد كان يقول لك آه ده المهرجان العالمين أساسا مدينة تاريخية يعني منذ السلاسينيات كان حرب العالمات التانية والعالم كله يعرف إن فيه مدينة اسمها العالمين مضبوط وبالتالي وبالتالي فأنت كسبت نص يعني ضربة البداية إنك تقول العالمين خلاص كل الناس عارف بعد كده التظاهرات الكتيرة والأنشطة المتعددة وإنها مش محصورة في زمن لا دي متعددة على كل المساعدات أظن إنها يعني إيه بدايات رائعة حلو يعني ضربة بداية بوس ليه ملوك برعت براعة الاستهلال مش كده براعة الاستهلال أه ده في اللغة العربية أهم حاجة بيقولك في براعة ده هنا في براعة الاستهلال حلو جدا ترجمة نانسي قنقر براعة الاستهلال